أولا شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا على الاهتمام الذي تلونه للأشخاص فوضية إعاقة في هذا اليوم العالمي تخصيص يوم عالمي للأشخاص فوضية إعاقة جاء بقرار من الأمم المتحدة ووعيا منها بكون هذه الفئة من السكان والتي تفوق المليار نسا على الصعيد الدولي والتي يعيش أكثر من 80% منها في الفقر والتهميش والإقصاء كان ضرورة أنه الاهتمام بهذه الشريحة وبهذه الفئة وبالتالي تخصيص يوم عالمي الاحتفال بها يوم العالمي الاحتفال بالأشخاص فوضية إعاقة منذ إقراره إلى الآن يمكن أن نقول أن أهم مكتسب تم تحقيقه وهو إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص فوضية إعاقة والتي كانت من بين الصكوك الأساسية والتي تكمل المتاق العالمي حقوق الإنسان حقوق الاقتصادية والاجتماعية حقوق المرأة حقوق الطفل من تلك الاتفاقية جاءت وعندها واحد لباقت كولاغيتي يعني واحد الميزة هي أنها ملزمة للدول التي صادقت عليها ووقادعت عليها وبلادنا المغرب من بين هذه الدول كذلك من بين المكتسبات وهو الحضور الحضور ديال الأشخاص فوضية إعاقة في المحافل الدولية تخصيص لجنة خاصة بحقوق الأشخاص فوضية إعاقة المقر ديالة بجنب وكذلك تبني حاجيات الأشخاص فوضية إعاقة وهذا جديد بالنسبة للأهداف الألفية ديال 2030 أما أهم المطالب اللي كي طلبوا بها الأشخاص فوضية إعاقة قبل ما نجاوب على هذا السؤال نتقسم غير مع المشاهدين الكرام وعلى المتتبعين ديال مينارة أن عدد الأشخاص فوضية إعاقة في المغرب يفوق 6.8 من السكن المغربية يعني حوالي 7% من المغربة معنيين بصفة مباشرة بالإعاقة أكثر من جوج المليون و 260 ألف شخص وكذلك أسرة من بين أربعة معنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص فوضية إعاقة أي يعني أنها تضم شخصا معاقا فبالتالي 25% من المغربة مقيوسين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالإعاقة الأشخاص فوضية إعاقة في المغرب كيواجهوا عدة صعوبات ومن هذه الصعوبات هي اللي غادي جي منها المطالب ديالهم فالولوج للصحة من المشاكل الأساسية بحيث أنه 60.8 من الأشخاص فوضية إعاقة كيعانيوا صعوبات في الولوج إلى الصحة دات جودة والأسباب اللي كتجي هي الأسباب مالية بالأساس وهذا غادي نفهمه من بعد وكذلك أسباب القرب وكذلك توفر الأطور الطبية والشبه الطبية المختصف مجال الإعاقة الحالة الثانية وهو الولوج إلى التربية والتكوين بحيث أنه مع كامل الأسف لحد الآن إلا 42% من الأطفال فوضية إعاقة في سنة مدرسة لكي يولجون المدرسة العمومية كذلك هناك صعوبة الحصول على المعيدات التقنية خاصة يعني بالإعاقة الجسدية الإعاقة السمعية البصرية غياب لغة الإشارة بالنسبة للصم وكذلك صعوبة الولوج إلى التشغيل بحيث أنه معدل بطلة لدى الأشخاص فوضية إعاقة في المغرب يفوق بستدل مرات المعدل الوطني بالتالي كيف يبين هاد شي كامل كيف يبين بأن هذه شريحة من المغربة والمغربيات كيعيشوا تهميش للإقصاء بالتالي أهم المطالب وهو الولوج إلى هذه الحقوق والولوج إلى الصحة والولوج إلى التعليم والولوج إلى التشغيل والولوج إلى التكوين الولوج إلى الخدمات الأساسية بطريقة سهلة وبسهلة الولوج وتمكن أنه نحاولون نسهلون لهم الحياة وهناك نريد أن نفتح واحد القوس بعض الأحيان كانت تحدثوا على الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة في حين أن التسمية الأممية هي إما الأشخاص ذو الإعاقة أو الأشخاص في وضعية إعاقة لماذا؟ لأنه عندما نتحدث عن الأشخاص دول الاحتياجات الخاصة هي في أخر المطال كلنا عندنا حاجة خاصة معاقن أو غير معاقن ولكن عندما نتحدث عن الأشخاص في وضعية إعاقة فإننا نضع الأصبع على الوضعية ليس على الشخص على المحيط على الفاعل السياسي الفاعل الاقتصادي الفاعل الجمعوي شنو دار وشنو اللي ما دارش من أجل إدماج حقيق لهذه الأشخاص في وضعية إعاقة نعطيك كميثة الولوجيات إلا جيت بالفطيرولان ديالي أو لا بالعصر بيضاء ديالي أو لا بأي حاجة أخرى وبغيت نركف في الطوبيس النقل العمومي وكلقاه غير سهل الولوج فبالتالي هنا المشكل ما شفية أنا كشخص ولكن المشكل في ذاك اللي ممكن هاد الحافلات أنها تقضلو توريزاسون ترخيص وتسير أو لا في هداك المصالح المختصة اللي أعطات ترخيص لبناء غير والوج أو لا المهندسين اللي كي يصاوبوا هادك البلانات يعني تصاميم وما كي يخدوش بعيد الاعتبار حاجة للأشخاص في وضعية إعاقة المؤسسات التعليمية تيجي تقولك ما عندي من ديالك الأقسام كلهما الفوق لو أدرهم من تحت سي سامبل ونهار اللي كتفكر بأنه غد يكون أشخاص أطفال في وضعية إعاقة ما تحرموا شيء بالتالي هناك الجهة تسمية ديالأشخاص في وضعية إعاقة أنت بقرارتك أنت بسياستك أنت بما تقوم به تمنعني كتدخل بزفد ديالعوائق قدامي فابتالي الإعاقة هي حق الاختلاف ويمكن أنها تغني المجتمع لأن الشخص في وضعية إعاقة من اللي كيفيق باش يمشيوا الخدمة دياله ولا باش يدير أي حاجة كيقوم بأعمال ما كيقومش بها الشخص اللي ما عندوش إعاقة وبالتالي كيقوم حتى بالعمال دياله فبالتالي أنا بالنسبة لي هذو كنسميهم دي بيخسون إكسترا أردينير ماشي حتى دي بيخسون أردينير لكن دي بيخسون إكسترا أردينير فيما يخص مؤترات جائحة كورونا على الأشخاص في وضعية إعاقة مع كامل الأسف مع كامل الأسف في العالم ولكن في بلدنا بالقصص سيضرع على بلدنا لأنه اللي كتهمنا الأشخاص في وضعية إعاقة والقسر ديالهم كانوا من بين أكثر المتأثيرين سلبا بجائحة كورونا لماذا؟ لأن أولا الأغلبية ديالهم ما كيتوفرواش على شغل الأغلبية ديالهم ما عندهمش تغطية صحية الأغلبية ديالهم ما عندهمش الولوج الخدمات الأساسية فمن لي جاءت الجائحة وجاء الحضر الصحي الشامل نسبة مهمة منهم قطعة عن العالم ما اللي كان كيدير الترويض ما بقاش كيدير الترويض اللي كان كيدير التربية الخاصة تقاطع هذا إذن أعود إلى مسألة جائحة كورونا وأثارها على الأشخاص في وضعية إعاقة كما قلت أن الأشخاص في وضعية إعاقة والأسر ديالهم كانوا من أكثر المتضررين وأكثر المقيوسين بالنتائج جائحة كوفيد-19 على بلدنا كيف هو الوضع في العالم كامل وكان الأمين من الأمم المتحدة فضل إطارها دارس دار خطاب وكيدعي في الدول أنها تخذ بعيدا لأشخاص في وضعية إعاقة جراء هذا الحجر الصحي أو المنع من الجوال في بلادنا من طبيعة الحال بحكم الإحصائية لشرطها قبيلة وأن الأغلب يتعيشوا التهميش والإقصاء ولا مدخول لها ولا تتنتعوا بالتغطية الصحية ولا بالولوج للخدمات الأساسية فبالتالي كان من الأكيد أنهم يكونوا أكثر عرضا لهذه الجائحة والنتائج لها لحيث أنه كان عرفوا الأشخاص في وضية إعاقة من كلهم يتحركوا بعدهم ضروري أنه تكون مرافقة وتكون مواكبة فبالتالي الاتصال ويعني طرق انتقال لعدواهم أكثر عوضة لها سواء شخص في وضية إعاقة سمعية ولا بصرية ولا حركية لأنه الألات التي تستعملها في تحرك ديولنا ولا التي تتعاون ضروري أنها تنقيسها يقلسها لناس وحدين آخرين وهنا عرضا لهذه المسألة هذا ديال الجائحة هذا جانب جانب آخر وهو أن بين عشيات وضوحاها مجموعة ديال الأشخاص في وضية إعاقة اللي كانت تعيش من الاقتصاد الغير مهكل صبحت لقات رسا بدون دخل محدد لقات كذلك أن الأدوية اللي كانت تتقضها ما بقاش عند الإمكانية باش تتقضها الأطفال الإعاقة الدهنية التوحود اللي كانت يستفيدون من حساس ديال الترويض أو التأهيل نقاطع هذا شي بصيفة بصيفة مطلقة وبتالي المعاناة تزادت المعاناة كذلك ديال الأسر أنها بين عشرية وضحاها واحد الطفل كان موالف كيخرج من ساعة الفلانية لساعة الفلانية مع الأسرة ديالو كان كذلك غياب خاصة في الأسبوع الأولى للجائحة غياب وسائل الاتصال بحيث أنه ما بقناش كان ما بديناش نشوف نشرة تحسيسية أو لواصلات تحسيسية بلغة الإشارة إلى بعد مرور أكثر من شهر فبالتالي بهذا الأشخاص في وضعية إعاقة السوق الصم والبكم كانوا خارج التطيع حقيقة المغرب دار تعليم عن بعد ولكن تعليم عن بعد بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة كانوا أكثر تضرورا لأنه لعدة أسباب أولا ما كانش تكوين أساسي للمكونين كذلك الإمكانيات بحيث أنه ما عندهم إمكانية للتوفر على هواتف داكية التغطية وتكلفة ديال التغطية بالأنترنت وكذلك الحواسيب فهذه كلها أمور جعلت أن الأشخاص في وضعية إعاقة كانوا أكثر عرضة النتائج الكاريتية ديالكوفيد أتمنى أنه نخرج من كوفيد بنتائج هو أن هناك مسائل يمكن تحقيقها كنا نطالب دائما في المجتمع المدني وفي الأرضية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لأنه يتخذ بعيد الاعتبار لإعاقة أثناء إعداد السياسات العمومية وحتى الأمم المتحدة في اللجنة المخصصة بالأشخاص في وضعية إعاقة كانت وجهت للمغرب عدة تساؤلات وكان من بيناتها في الاجتماع دي الجونيف 2017 غش 2017 أنه ماذا هيئة الدولة المغربية لحالة الطوارئ الطبية والصحية والكواريت وهذا الأشخاص في وضعية إعاقة وحنا وصلنا لهذه المسألة لحيث أنه وجبرناهم بوحدهم ما كانش يقوم بهم كانت من أن مستقبلا اتخذ بعيد الاعتبار كنا قد رسلنا لجنة قادة الاقتصادية والاجتماعية رئاسة الحكومة الوزارة المختصة باش تخصص واحد دعم مالي إضافي للأشخاص في وضية إعاقة ولكن مع كميل أسف ما كان شيء المغرب من طبيعة الحال هذه عشر سنين باش وقعوا صادق على الاتفاقية الدولية وهنا باش نصل للسؤال آخر ماذا تحقق للأشخاص في وضية إعاقة منذ مصادقة المغرب على الاتفاقية وتوقيع المصادقة لها بحكم أنا متفائل طبعي ما يمكنش نقول بأنه لم يتحقق أي شيء ولكن الطريق ما زارت طويلة الطريق ما زارت طويلة من أجل الولوجي للمدرسة إلى الصحة إلى التشغيل إلى الولوجيات بشكلها لعام الوصول يعني أنا أسميه الوصول لأنه أكثر شمولية من الولوجيات أتمنى أن العامل الماجيم اللي غدي نحتافل وعاود بهذا بهذا 3 ديسمبر نكونوا كان هدروع لتفعيل دي القانون الإطار مراجعة قانون الإطار من أجل يجعله قانونا يلائم الاتفاقية والأسوس ديالها والمبادئ ديالها أنهم اللي غدي يخذ الطوبيس يكون مرتاح غير أول أمس يعني نهار نهار احتفال باليوم العالمي الأشخاص في وضية إعاقة كانت هناك هنا في الدار البيضاء الوقف احتجاجية كبيرة جدا للأسار والأمهات والأطفال أمام الولاية من أجل المطالبة بتمكين من هذه الحقوق وكان من أساس ديالها هو أن الحق في التنقل لحيث أن المجالس الجماعية هنا نداء الوزارة الداخلية والمجالس الجماعية أنه أثناء إعداد ضفاطر تحملات يوضع ضفاطر تحملات أنه تنقل المجال الأشخاص في وضياته شحال من واحد شده الطوبي شحال من واحد يتمقل فبالتالي وعنده ما عنده الإمكانيات وكتحرم وحتمدك التنقل لممكن أن يسهل يمشي للترويض يمشي للمدراسة أو التشغيل وأنا كان عارف حالات اللي كنا حاولنا نجبرو لهم فرصة عمال ولكن اضطروا أنه شهر بعد ذلك يقدم استقالة لأنه ما بين الساكن في الكيين وما بين مقر العمل غير والوج أتمنى أن المغريب يصبح والوج وجدير بالأشخاص في وضيات إعاقة هناك فئتين من الأشخاص في وضيات إعاقة أكثر تهميش وأكثر هم النساء والأطفال في وضيات إعاقة النساء تعاني جدا تعاني الأمرين تعاني أولا لأنها مرأة وتعاني كانيا لأنها مرأة معاقة الطفل كذلك يعاني لأنه عندما تحرم الطفلا صغيرا بإعاقة ذهنية أو حركية أو سنعية أو بصرية أو بطيف التوحد فأنت تقضي على مستقبله وعلى مستقبل الإدماج ولا يمكننا أن نتحدث عن الإدماج ولا عن الوصول إلى جميع الخدمات الأساسية دون جعل الفاعل السياسي والاقتصادي والجمعوي والنقابي يتبنى فكرة أنه الأشخاص في وضيات إعاقة موجودين وحقوقهم يجب احترامها وعند وضع أي سياسة عمومية كيفما كان نوعها سواء موطنيا أو جهويا أو محليا أين هم الأشخاص في وضع إعاقة من بينما أقوم به كفاعل سياسي يعني هنا كان نوجه نداء المغاربة كاملين أنه تكون عندنا ذك الرجولة بالمعنى هذه التام غربيت في جميع المجالات التي نقوم بها ومرة أخرى شكرا المنارة شكرا لسادة المشاهدين والمستمعين وأتمنى أنه كل واحد فينا يأخذ بعيد أشخاص فضعية إعاقة هم أناس كباقي البشر لهم الحقوق وعليهم واجبات هذا لا يعني أنه كان طلب غير الحقوق ولكن من أجل بلورتها يجب تمكيننا من هذه الحقوق ويجب أن القانون يحترم جميع حتى كيف قالت الأمم المتحدة وهذا الشعار لغا حتى لا يبقى أحد خارج الركم يجب أن السياسة العمومية تكون دامجة وتكون تعطاها الإمكانية المالية والمادية من أجل تحقيقها على الأرض والمحاسبة شكرا جزيلا شكرا